يا عم احمد سلام عليكم. عليكم السلام يا دك. تفضل يا اساس احمد اهلا بيك يا حبيبي. دك يا شيخنا عاملية. الله يكرمك ويسعدك ويسطرك تفضل. الله يبارك فيك يا شيخنا والله دايما منوارنا كده وبنشوفك كده بنتفعل خير دايما. الله يكرمك يا حبيبي. تفضل. ربنا يا خديك. بقول لحضرتك انا عندي سؤال بس كده انا كل جمعة بصحب الصداع لغاية اخر اليوم. بيجين الصداع. ايوة. ما بيخبصش معاه في غاية اليوم. بعد كده بقيت الايام حاضي خالص. بس الصداع ده بيبسكني في يوم الجمعة بس. ما بقى. ايوة. طيب. 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 بص يا عم احمد انا مش 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 اخد مكان الدكاترة طبعا يعني استعينه على كل صنعة بصانعها. انا معلوماتي اللي الدكاترة قاله لنا. انه الصداع عرض مش مرض. يعني فيش مرض اسمه الصداع. او واحد عنده صداع. انا اقول له يا عم روح اكشف الله يسترك. شوف بقى الصداع ده جاي من الاذن. فيه التهاب لا سمح الله. جاي من الجيوب الانفية. في حاجة في الحنجرة. في حاجة في الفكين. اه. في حاجة في الضغط. اه ما ده الدكاترة اللي علمونا كده. فلازم استعينه على كل صنعة بصانعها. انا انا فهم. السؤال احمد بيرمز ليه. يجيبا ايه يقول لك مش فيه ممكن اصلي اه. وفيه اعمال وفيه حد وبصصلي. وفيه يعني اسمعنا الجمعة يعني بالذات. فورحت للدكاترة وكشفوا علي وقالوا لي انت زال فل مفيش اي حاجة خالص. على اية حال بصوا حضرات. المسلم. المسلم دايما بيمشي في خطين متوازين. واحنا بنتكلم عن القلب دلوقتي. فيه خطين متوازين احنا ماشيين بيهم على طول. بناخد بالاسباب. وبنعتمد على مسبب الاسباب. داع الجواري هتعمل. والقلوب تتوكل. بنحط البزرة في الارض. وبندعي ربنا. بناخد الدواء. ايش فينا يا رب. يبقى دول خطين متوازين. مش بس باخد الدواء. مش بس بروح للدكتور. لا. وعندي اذكار الصباح والمساء. وبسم الله وبالله. احفظوا دي بقى الله يكرمكم. بسم الله وبالله. بسم الله خير الاسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. وهو السميع العليم. اديني قفلت عليك الباب التاني اللي انت بتبقى الان منه. الارواح الخبيثة والارواح الشريرة واللبس والمس والجن. ايه في الاب ده بقى؟ متطمن يعمل حج. انت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيذكر ربنا بيبقى فيه جنة. جنة يعني وقاية. انت صبحت الصبح. قلت بسم الله وبالله. بسم الله خير الاسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. وهو السميع العليم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامة. من كل شيطان و هامة هوام الارض. الا حشرات والعقارب والحيات والصرصير. هوام. الهوام بتاعة الأرض أعوذوا بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وأعوذوا بالله من مخرج يقول لي الوقت خلص يعني أنا بستعيز بربنا يعني الوقت معاكم يمر بسرعة سبحان الله العظيم مش عارف لي كده يمكن عشان أنا بحب كفلا والله إحنا نهاردة كنا بنتكلم عن طمأنينة القلب تكلمنا عن ذكر الله عز وجل فيعم أحمد شيل الهواجس دي من دماغك مش أنت بتذكر ربنا بتقرأ القرآن بصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقي بقى أنه احنا نروح للدكاترة ويعملوا لنا تحليل وإشاعات وفحوصات نشوف المشكلة جاء منهم ممكن واحد عينه بتوجعه ويجيله صدع يعني الصدع ده زي ما اتفاقنا أساساتنا بتوع الطب هما العلمون الكلام أنه عرض مش مرض بندور على أسبابه عند الدكاترة